ما فيه شك ان الدراما المصرية والسينما ليهم دور كبير جدا في مكافحة الإدمان الطريقة اللي بيتنامل بيها شخصية المدمن حياته بتكون عاملة ازاي؟ علاقاته مع أهل بيته، مع أسرته، مع زميله في العمل نهايته بتكون عاملة ازاي؟ طيب لو تعالج النهاية أكيد بتختلف الدور ده لازم احنا نبرزه ونشاور عليه في إطار طبعا مبادرة الشركة المتحدة للتوعية بأضرار المخدرات خلونا عرف تفاصيل أكتر عن دور الدراما والسينما في مواجهة هذه الظاهرة، ظاهرة الإدمان من ضفنا الأستاذ علي الكاشوتي الناقد الفني ورئيس قسم الفن باليوم السابع صباح الخير عليك أستاذ علي صباح النوم يا أهلا بيك منوارنا أهلا بيك لأي مدى شايف أن الدراما والسينما مؤثرين بشكل كبير جدا في مكافحة الإدمان؟ الحقيقة أن الدراما والسينما مؤثرة بشكل كبير مش بس في هذا الملف في كل النواحي يعني دايما السينما أو الدراما بتكون مرآة للمجتمع بتقدر تنقل تفارات أو فترات مستقبلية للناس يعني بدلا ما الإنسان يعيش التجربة نفسها هو بيقدر يشوفها على الشاشة ويتعلم منها بالنسبة لملف الإدمان والمخدرات طبعا فينا مازل كتير جدا من أعمال سواء في السينما أو الدراما نقشة فكرة الإدمان وقد إيه تأثيره على المضمن مش بس على المضمن بس كمان على المحيط اللي حواليه وحتى بعض كمان الأغاني مؤخرا بدأت تتكلم عن هذا المحور يعني فأعتقد أن هو دورها مهمة جدا في التوعية لأن الإنسان عدوه ما يجهل فطول ما إحنا بنتعلم أو بنشوف معلومات أكتر أو بنعرف أكتر عن الإدمان وتأثيره على المجتمع وعلى الشخص بيفرق كتير جدا في المتلقي طيب إحنا يمكن السنين اللي فاتت كنا بنشوف في الأعمال الدرامية وخصوصا كمان في الأعمال الدرامية الرمضانية مشاهد أكتر يعني يمكن عمف إدمان سن صغير كانت حاجات مزعجة بالنسبة لكل الأسر المصرية رمضان اللي فاتت شفنا تراجع شوية في هذه المشاهد داخل الأعمال الرمضانية هل أنتو ده كان متبع كان في خطة ما لأنه يتم تقليل المشاهد دي يتم تناولها بشكل مختلف يفيد في القضايا اللي احنا بنتكلم فيها؟ طبعا هو عشان الناس بدأت تعرف قدي فيه تأثر بشكل كبير بالدراما فبدأوا يخففوا شوية من فكرة المشاهد اللي فيها عنف أو فيه مشاهد فيها تدخين للسجير أو حتى للمخدرات حتى بعض المسلسلات اللي كانت بتناقش فكرة الإدمان ما كانش ببقى فيها كدرات قريبة أو الشكل المدمن وهو بتعطى يعني كانت بس مجرد أنه هو يديك إحاء أو يحاسسك أو يدخلك في الحالة نفسها حالة المدمن فتحس أنت بكل إنفعالاته وتأثيراته من غير ما تحس أنت بتعلم منه إزاي أن يتعطى فدي تراجت بشكل كبير مؤخرا وإن كان يعني اللي عايز يدمن أو يتجه لحاجة زي كده مش هيفكر أنه ينقل من مشاهد تلفزيونية أو سينمائية هي يمكن أهمية المشهد نفسه في أنه يديك التوعية يعني كلنا دلوقتي مثلا ما حدش يقدر ينسى عاد الإمام في فيلم نمرو الأنسة نمرو الأنسة وفكرة الكوبات القهوة وإزاي هو كان بيتفاعل مع الكوباية وموته بيتحسن وبعد كده لما بدأت تعمله حالة انسحاب فكل الحاجات دي بقى فيها توعية كبيرة جدا للناس مش بس للشخص اللي هو مقبل على الإدمان أو اللي هو قابل للإدمان ولكن حتى لأسرته يعني تبدأ الأم والأب يبدأوا يلاحظوا على أولادهم تغيرات ما شافوها مثلا في المسلسل أو في مشهد أو حاجة زي كده تبدأ تتفطن إنه ولأ في حاجة مش مظبوطة أنا أبدأ أتابع ابني مثلا في المنطقة دي أشوف فلوسه بتروح فين وهكذا الجميل كمان في الموضوع أستاذ علي إن الدراما لما بتركز بتركز على السبب اللي خلى هذا الشخص تحول من شخص عادي إلى شخص مدمن بيبتدوا يركزوا على الأسباب هل هي أسباب أسرية هل كان عنف أسري هل هو تعرض لصدمة ما في حياته هل في موقف حصل له فاضطره إنه يروح لده هل كان التراب سلوكي كل دي الأسباب اللي بتدفع الشخص في النهاية إلى إنه يكون مدمن وفي النهاية الشخص اللي بيجسد هذه الشخصية قادر أنه يعبر عنها وقادر أنه يوصل الإحساس ويوصل حالته للمتلقي أو للمشاهدين فبالتالي التأثير بيكون سريع جدا وبيكون فيه تفاعل كمان مع حالته يمكن أنا مثلا حذكر مسلسل خارج السيطرة المسلسل ده واحد من أهم المسلسلات اللي يعني تغلغلت في أسباب ليه الولاد والبنات بيبدأوا يروحوا لمنطقة دي يعني لو الناس مقفاكرة المسلسل هتفتكر كويس قوي أن طريق التعامل الأم مع نيلي كريم منذ الطفولة وتراكم لمشاكل كتير قدت في النهاية أن الوضع يبقى بالشكل لأن أحيانا كتير دايما في طريقة التعامل مع المراهقين بيبقى في نوع من أنواع التمرد الشخص أو المراهق ده بيبقى عايز يتمرد على الواقع اللي حوالي عايز يبقى حاجة مختلفة عن الموجود أو السائد ممكن يبقى في أحيانا كتير محتاج اهتمام من الأب أو الأم فبالتالي يحاول يعمل أي مشكلة أو يحاول يدخل نفسه في سكة علشان يحس باهتمامهم والتفافهم حوالي أسباب كتير حقيقة للإدمان موجودة مش بس هنا في مصر في العالم كله يمكن السينما حتى العالمية تناولت ده ويمكن في تجارك كتير جدا للنجوم كبار وقعوا في شبكة الإدمان وشفنا أنها كتعاملة إزاي كل حاجات دي مطيات بتدي مؤشرات لكل الناس سواء الأهالي أو حتى المسؤولين عن أنه قدام خطر كبير جدا لما وقفنا له بشكل مهم ستبقى مشكلة كبيرة وحملة الشركة المتحدة أنها تواعي الناس لمخاطر الإدمان حقيقة حاجة لازم نشكرها عليها زي حملات أخلاقنا الجميلة وغيرها من المبادرات اللي حصلة لأنها حقيقة إحنا في احتياج لده الناس بقت مفتبطة بشكل كبير بالمنصات ومفتبطة بشكل كبير بالإعلام بالمسلسلات والأفلام فأنت بتخش لهم من المدخل اللي هم بيقضوا فيه وقت كبير جدا فالتالي تقدر توصل لشريحة أكبر وأعلى ويمكن الوعي كمان عند الشباب دلوقتي بقى مختلف عن الأول السوشال ميديا بقت متاحة لكل الناس الإنترنت متاحة لكل الناس فالتالي بقدر يوصلوا المعلومات ما كناش نعرفها قبل كده والأهل ممكن تتفاجئ بيها صحيح ويمكن زي ما الإدمان والاستمرار فيه كارثة كبيرة لكن كمان التعافي منه بيدي أمل كبير لأي حد إنه يصلوا كذا طريق طريق التعافي إحنا دروقتي مع حضراتكم نروح نشوف قصة أحد المتعافين من إدمان المخدرات وإزاي كان عنده إرادة للعلاج من الإدمان بعد 8 سنين بأشرب مخدرات مخدرات يعني خليتنا أخسر كل حاجة بدأتها بالحشيش بعد كده 4 سنين بأشرب حشيش بعد كده نقلت الستروكس والمواد المستنعة بأجمعها صناعة جلر خانبة لما عارضيات وكده ما قسرت الشغل بتاعي كانت اليومية بتاعتي حلوة يعنيت كتير قوي في الإدمان بتاعي في إدمان النشط المقدرات خسرني شغلي خسرني بيتي خسرني أهلي بدأت اللي أنا وصلت معاها المرحلة اللي أنا بقيتها مدي يدي في البيت أخدت الفون أختي قبل كده أخدت فلوس من الحصولة ما سدنيتنيش ساعتها رائلة التعافي بدأت معايا اللي أنا كنت أخد شغلي من واحد اللي أنا بيعه وحصلت معايا مشكلة وشربت الحاجة وخبت على والدي وكان هيعمل معا مشكلة وليت إخوتي البنات نزلوا الشارع فبسّتلي نفسي في موقف اللي أنا بقيت يعني مش راجل بمعنى الأصاح يعني اللي أنا أخوتي تنزل اللي تحليلي وأنا ولد على ثلاث بنات ووالدي عمل ثلاث دعمات على قلب وقلب مفتوح وكده يا والدي اتصل بالخط الساخن 16-0-23 والحمد لله يعني بعدها بتاني يوم أقرب مكان ليه وتحجزت فيه فدخلت الديتوكس قعدت بالزبط عشرة أيام عملت عراضي انسحاب وبعد كده نقلت الهفوي كان معايا أخصائيين ومعايا مشرفين متعافيين برضو مدمنين متعافيين خدت منهم الأمل وعرفت يعني إيه تبطيل وعرفوني كل حاجة يعني غيرت السلوكيات وغيرت التفكير بتاعي وإزاي أتعامل مع الفكرة لما أتجيلي إزاي أتعامل مع فكرة ضربة إزاي شرطة الفكرة إزاي أدعي وأشارك لما أقع في موقف أجرد الموقف بتاعي لما جيت بقى تعافيته كده ودخلت البيت حسيت بتغيير حسيت اللي أنا ما يعني اللي أنا ما كنتش أنا أصلا حسيت بقى عبر حمان ده حاجة تاني عبر حمان بقى أسكى من اللي هو قبل ما يبقى بيشرب مخدرات يعني يبقى عنده كمية زكاء أسكى من البني أدم الطبيعي يعني ممكن البني أدم الطبيعي يبقى فيه عيب عنده بيحركه ومش عارف يتعامل معاه الشباب اللي أنا بوجيها بقى من سن دلوقتي يعني أنا بعايز أقول لهم اللي أنا جربتلكوا كل حاجة لو ماشي في الطريق ده يوقف وياخد قرار ويعمل نفسه ستوب حياتي اختلفت يعني مش أقول لك مئة في المئة مليون في المئة بالتغيير التغيير حاجة حلوة قوي يعني كفاء اللي أنا بس بنام وبصحة طبيعي ومفيش أي تأثير وبخش الحمام طبيعي باكل وبشرب طبيعي الحمد لله يعني حاجة جميلة قوي التعافي الحمد لله طبعا هنشوفنا حياته كانت عاملة زيه هو نفسه هو بيحكي يعني مش هو نفسه اللي كان عنده مشاكل بس المشاكل كانت في البيت كمان يعني الناس راحت تعمل مشاكل مع والده وإخواته البنات نزلوا وبقت يعني بتبقى فضيحة يعني هي بتبقى فضيحة وتبقى حالة من عدم الاستقرار في البيت كله بالإضافة لأن سلوكياته نفسها ما بتبقاش منضابطة لأنه شخص مضمن مش في وعيه مش عارف هو بيقول إيه مش عارف هو بتصرف إزاي لكن أنه يقدر وياخد الخطوة المهمة وأن أهله يساعدوه ودي بقى اللي عايزين نتكلم فيها أنه أهله يساعدوه أهله يكتشفوا عليه بعض الحاجات زي ما لاحظنا أول ما يلاحظوا حاجة زي دي على طول يساعدوه ويبلغوا الخط الساخن عشان يروح يكشف ويبتدي ياخد خطواته ناحية التعافي وإحنا لسا بنتكلم عن دور الدراما والسينما وتأثيرها على مكافحة الإدمان وطريق التناول الشخصيات المدمنة داخل الدراما وإحنا بنتكلم مع الأستاذ علي الكاشوت الكاتب الصحفي أستاذ علي عايزين نعرف الأسباب اللي ممكن تخلي حد بيتفرج على فيلم مثلا تقوده إلى أنه يصبح مود من المخدرات شوف هو الافتراض ده يعني بعيد شوية عن الواقع يعني يمكن إحنا شاهدنا في الفترة الأخيرة أن بعض الناس ممكن تتهم مثلا تفشي البلطجة أو تفشي العنف نتيجة مثلا أن أفلام أكشن معينة ظهرت أو مسلسلات بتتعادل بالتزامر مع الأحداث دي ولكن لو القاعدة دي صحيحة كنا لقينا الناس كلها بقت بلطجية أو مع كل مسلسل نزل أو فيلم نزل هتلاقي الموضوع مختلف ولكن هي إحنا ممكن نربطها إن المسلسل ليه تأثير سلبي على الناس لما نشوف الظاهرة اللي إحنا مش واخدين بالنا منها لكن هي موجودة موجودة يعني لو بنتكلم عن عنف فالعنف موجود لو بنتكلم عن الإدمان فالإدمان موجود ولكن عشان إحنا بس حد نور لنا في المنطقة دي إن فيه عنف مثلا في المناطق الشعبية أو في وسط العشوائيات فإحنا قلنا آه ده بصد بيقلده لكن هو مش بيقلد هو إحنا مش بنكلم على شاب ناضج إحنا نتكلم على أطفال ممكن نشوف المشاهد دي فتقلدها بدون تفكير التقليد ده مش هيبقى يعني لو هو مش ناضج أو الطفل مش هيقدر يروح يجيب مخدرات هو بس ممكن زي ما إحنا كنا بمثل زمان كده بس برضو ده ده ممكن يحصل بس في وسط غياب بقى للأسرة يعني انسحاب ليهم بالكامل يعني التقليد ده مثلا زي ما إحنا كنا زمان بنقلد الأفلام بعد ما تخلص كده في التلفزيون فنقوم نلعب كاراتي لا ما حركتنا على السر ونوع ده كان آخرنا لكن فكرة أن أنت تأخذي خطوة أن أنت تروح يتشرب سجاير فذي محتاجة جراءة كبيرة ولازم يكون قريب منه فكرة أنه يقدر يحصل على سجاير كبهل المفهود يكون فيه دراما للأسرة يعني يكون لها معايير معينة يعني ما تكتفش المبدعين على أنهم يكون عندهم أفكار وكل شيء ممتع يعني طبعا للناس لكن كمان تراعي المعايير الأسرية طبعا ده حصل عندنا مصر من سنين طويلة أنه عندنا حاجة اسمها تصنيفات عمرية سواء المسلسلات أو الأفلام اللي بتعرض مثلا على المنصات أو اللي بتعرض على شاشات التلفزيوني ممكن التلفزيون المصري من أكتر الشاشات منضبطة بشكل كبير في الدراما وفي السينما في عرض المسلسلات أو الدراما اللي بيكون فيها محتوى عنيف شوية وحتى هنلاقي أنه لو فيه مثلا قصة الفيلم أو مسلسل بيكون بيناقش قضية أكبر من حجم الأطفال أو المرهقين بتلاقيه بتتعرض في أوقات متأخرة عزيم وتتكلم عن التلفزيون المصري كمان عزيم برض نتكلم كمان عن دور الشركة المتحدة الخدمات الإعلامية يعني زي ما بتقدم إعلامية بتقدم كمان فن وبتراعي حاجز دي كويس جدا يعني هي أطلقت الحملة ومرعي حاجز دي كويس جدا في أفلامها وفي مسلسلات وإحنا شايفين الكلام ده خلال الفترة الحقيقة الموضوع ده بقاله أكتر من الموسم مش بس يعني هما فعلوا الموضوع من قبل ما يبقى فيه المبادرة ولكن يمكن المبادرة في وقتها نتيجة أحداث معينة حصلة حاليا وهما لسه مكملين وفكرة أنهنا بنتكلم على المسلسلات اللي ممكن تكون بتناقش مشاكل الأسرة أو الوعي من هذا النوع هتلاقي مسلسلات كتير بتفعيلت حاليا سواء في الأوف سيزون أو اللي لسه بتم تجهز لها بتشوف قد إيه إحنا رجعنا للدراما الأسرة أو دراما العائلية إحنا كان بقالنا فترة كبيرة جدا بنشوف مسلسلات مفيش أب ومفيش أم أصلا يعني بتكلم عن شلة شباب مع بعض أو كابلز مع بعض ما بنشوفش لجد ولا جدة ولا أب ولا أم ولا أي حاجة اللي هو المفروض بيمثل الشخص الخبرة عمود الأسرة كنا بنشوف مسلسلات يعني يعني الشخصيات مبتورة مفيش دور للأم مفيش دور للأب لكن مؤخرا إحنا رجعنا مرة تانية لفكرة المسلسلات اللي بتكلم عن الأسرة بتكلم عن مشاكل العيلة بنتغلغل فيها وده اللي بيخلي الناس تحس أنه لا ده فيه لسه حد بيفكر فينا كأسرة أو كعيلة وبنتلم كلنا قدام الشاشة محتجين كمان نكسف منها خلال الفترة اللي جاية خصوصا المسلسلات أو العمالة الدرامية الموجهة للأهل لأنه هم اللي بيكتشفوا وهم اللي بيتعاملوا مع الشخص المدن والله أنا مثلا مسلسل أعمل إيه اللي هو حاليا الفنان خالد الصوي وصابرين قد إيه هو من المسلسلات الجميلة ومتغلغل في الشخصية المصرية أي مكان وانت بتحرك في البلد يعني ومشاكلهم تحس أن هي متاخدة من حياتنا يعني نحن نركرك شكرا جزيلا أستاذ علي قشوتي النقيد الفني ورئيس قسم الفن بيقسم اليوم السابع شكرا جزيلا على وجودك معنا شكرا لك شكرا صباحا لخير